اهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام وإلى هذه القراءة اليومية مع أبرز ما تطالعنا به صحف القاهرية وصحف العالمية الصادرة صباح اليوم نبدأ بصحف القاهرة وتحديدا من صحفة الأهرام نطلع منها أسيسي وحدة المواقف سبيلنا لمواجهة تحديات الأمن القومي العربي توافق كامل بين مصر والأردن والعراق حول الحفاظ على استقرار المنطقة خطة لتنمية الزراعية المستدامة وزيادة إنتاج البذور المهمة امتحان تجريبي لطلبة الثانوية العامة في منتصف العام من صحيفة الأخبار السيسي الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية سيناء وجنوب الوادي الرئيس لوزير خارجات الأردن السعي إلى حل شامل للسعادة استقرار ليبيا قائد القوات الجوية في عيدها الثامن والثمانين مهام لنصور الجو لتخفيف منابع الإرهاب وتأمين الحدود الهيئة الوطنية للصحافة تصدر تشكيلات مجالس إدارة المؤسسات القومية أما الشروك فنطلع منها صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري الاثنين فاصل ثمانية بالمئة خلال العام الحالي تطبيق حكومي جديد لتقليل نسب التكدس بمكاتب الشهر العقاري الصحة العالمية تحذر من الاعتماد على مناعة القطيع لمواجهة جائحة كورونا معنا في هذه الجولة صحيفة المصري اليوم ونطلع منها الرئيس يصدر قائمة بالمئة المعينين في مجلس الشيوخ ألمانيا تحذر تركيا من الاستفزازات في شرق البحر المتوسط استئناف مفاوضات المصاري الدستوري الليبي بالقاهرة أما من أخبار الرياضة فنطالع من ذات الصحيفة موسيماني يحسم موقف معلول قبل مواجهة الأهل للوداد المغربي وباشكو يدرس استبعاد ساسي في تشكيلة الزمالك أمام الرجاء نتحول إلى الصحف العربية والبداية من صحيفة الدستور الأردنية رسالة من الملك للرئيس المصري حول تعزيز التعاون في ظل الظروف الاستثنائية نقلها الصفودي وركزت على التعاون بين الأردن ومصر والعراق السيسي روابط تاريخية وطيدة تجمع مصر والأردن من الصحيفة ذاتها نطلع أيضا حذر شامل بسبب كورونا الجمعة والسد من الشرق الأوسط اللندنية نطلع طهران تستعرض سطوة وجودها قرب دمشق بعد ترابع مظاهرة في قلبها البضائع الإيرانية تغزو أسواق العاصمة السورية لبنان يتجه لمفاوضات تقنية مع إسرائيل الحريري يحسم موقفه من الترشح اليوم وبسيل يهاجمه بعنف نتحول إلى صحف الخليج ونطالع من صحيفة الخليج الإماراتية بصر تنتخب رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة تنسيق فرنسي مصري لإطلاق مبادرة جديدة بشأن ليبيا الأمم المتحدة تعقد جلسة لتأبين صباح الأحمد بوتيريش العالم فقد قائدا كبيرا ورمزا للإنسانية الأزهر يحذر من تنامي هجمات التنظيمات الإرهابية في إفريقيا نبقى قليلا في منطقة الخليج العربي ونتجه إلى الكويت ومن صحفيها نطالع من الراي واشنطن تطالب أنقرة بوقف استفزازاتها في شرق المتوسط ردا على إعلان الجماعات الموالية لإيران هدنة مشروطة لانسحاب للتحالف من العراق قبل حل الميليشيات الأسد أثار الحرائق ستستمر سنوات وأوروبا ترفض مؤتمر عودة اللاجئين للصحف العالمية مساحة ثابتة في جولتنا الصحفية اليومية نبدأ من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جو بايدن يتطلع لأصوات المسنين في فلوريدا ودونالد ترامب يتوجه لبنسلفانيا وزير الدفاع الروسي يحث أرمينيا وأدربيجان على الالتزام بوقف إطلاق النار اليابان تكشف عن غواصة جديدة لتعزيز أمنها البحري نبقى مع صحف الأمريكية ومن وول ستريت جورنل نطالع تداعي الهدنة في كاراباخ يشعل المخاوف من أزمة إنسانية الطرفان يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة والقتال هو الأعنف منذ سنوات واشنطن تبدي استعدادها لتمديد معاهدة الأسلحة النووية وموسكو ترفض شروطها من لوموند الفرنسية تركيا تدعو إلى محادثات رباعية تضم موسكو حول نزاع كاراباخ أكثر من 38 مليون مصاب بكورونا في العالم وإصابة زوجة وزير العمل الأمريكي بفيروس كورونا بعد سنوات من وساطة أمريكية انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من الصحف الأوروبية نطالع من الجارديان البريطانية مطالبة بفرض إغلاق تام في بريطانيا بعدما فقدت الحكومة السيطرة على الوباء وتدبير إغلاق جديد من الصين إلى أوروبا وتعليق تجربتين على لقاح ضد كورونا الأمم المتحدة نزوح 35 ألف مدنيا بسبب المعارك بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان موسيقى بعيدا عن السياسة نطالع من صحيفة الشروق دراسة تؤكد الحوامل لا ينقلن كورونا لأطفالهن حديثي الولادة أظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة جامل طب الأطفال أن الأمهات الجدد المصابات بكورونا أثناء الحمل لم ينقلن الفيروس إلى أطفالهن حتى لو كانوا يرضعنهم ويشاركنهم نفس الغرفة في المستشفى ومن صحيفة ديلي تيليجرف البريطانية في ظل جائحة فيروس كورونا حول العالم أفدت دراسة استقصائية على عينة كبيرة من الأطباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة أنهم باتوا أكثر إقداما على الاستقالة من وظائفهم واللجوء إلى تغيير مجالهم المهني في ظل الصعوبات والمشاق التي يواجهونها بهذا ننهي هذه الجولة مع الصحف الصادرة صباح اليوم شكرا لكم وإلى لقاء